موسيقى إنما كنتم مشاهدين للكرام حياكم الله إلى حضراتكم أخبار السادسة من قناة عدر الفضائية أكد فخامة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية على همية تعزيز العمل الميداني والتنفيذي على الساحة الوطنية بجوانبه المختلفة واستقرار الخدمات لتلبية احتياجات المواطن عبر تفعيل أداء الحكومة لملمسة تطلعات وطموحات اليمنيين في الأمن والاستقرار والعيش الكريم وأشاد فخامة الرئيس خلال لقائه بنائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك بجهود الحكومة المبذولة التي أسهمت في تحصين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في ظل ظروف صعبة ومعقدة على مختلف المستويات وأكد على مواصلة تقديم الدعم والمساندة لتلك الجهود حاثا على تفعيل العمل مع المنظمات الدولية والهيئات الداعمة لممارسة أعمالها وأنشطتها من العاصمة المؤقتة عدن لتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال البرامج والخطط الطموحة رأس فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية وبحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك اجتماعا مشتركا لمستشاريه ورئيس وعضاء الوفد المشارك في مشاورات السلام التي عقدت في السويد برعاية أممية وفي اللقاث تعرض فخامة الرئيس مجمل التطورات التي شهدتها البلد على مختلف المستويات ومنها ما يتصل بالأوضاع الميدانية من خلال تضحيات حماة الوطن والمقاومة الشعبية الباسلة في مختلف الجبهات وبدعم واسناد من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الذين استطاعوا بفضل تضحياتهم وانتصاراتهم وثباتهم ارغام ميليشيات الحوث انقلابية المدعومة من ايران على الجنوح للسلام رغم عدم وفائها المعهود بالوعود والعهود وقال فخامة الرئيس انطلاقا من حرصنا الدائم نحو السلام الذي ننشده وقدمنا في سبيله التضحيات الجسيمة واستجابة لمساعى الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وجهود المجتمع الدولي وقبل كل ذلك دور الأشقاء في دول التحالف العربي ذهبنا وأيادنا ممدودة للسلام في السويد وقبله في محطات عدة في جنيف وبيل والكويت لحقن الدماء وعودة الحياة والأمن والاستقرار لربوع الوطن لتحقيق السلام المرتكز على المرجعية الثلاث المتبثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلع وفي مقدمتها القرار 22-16 وأضف فخامة الرئيس لقد ذهب وفدنا الوطني للمشاورات حامل معه قضية وطن ومصير الشعب ومشروع بناء الدولة الاتحادية الجديدة والمدعوم وطنيا وقليميا ودوليا وبمرجعيات الحل السياسي الثلاث ولفت فخامة الرئيس إلى جهود أعضاء الوفد في مشاورات السلام التي اختتمت في السويد من خلال الثبات موقفهم ووضوح قضيتهم التي تمثل إجماع الشعب اليمني والتي أفرزها توفقه الوطني عبر مخرجات الحوار الوطني الشامل المسنود أيضا بالقرارات الأممية التي تدين الانقلاب وأدواته ودعميه وعناصره هذا وكان نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح قدم شرحا موجزا للوضع الميداني في مختلف الجبهات وخطوط التماس مستعرضا النجاحات والانتصارات المتوالية المحققة على أكثر من صعيد والتي أسفرت عن تحرير العديد من المدريات والمناطق والمواقع الاستراتيجية لإحكام الطوق وتضييق الخناق على الميليشيات الإقلابية في مختلف الجبهات ولفت إلى المعنويات العالية التي يتمتع بها منتسب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات من جانبه أشار رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك في تقريره الموجز إلى الوضع الاقتصادي والأمني وجهود الحكومة في هذا الإطار والتي أثمرت للعديد من الإنجازات والنجاحات في فترة زمنية بسيطة مستندة على توجيهات فخامة الرئيس الدائمة في هذا الصدد لفتا إلى جهود اللجنة الاقتصادية مع الحكومة في تجاوز سداعيات تدهور العملة ودعم الأشقاء في هذا الإطار ولفت إلى عدد من الرؤى والمعالجات الآنية وطويلة الأمد مؤكدا أن تعزيز الجانب الاقتصادي يمثل رافدا ودعما وإسنادا للجانب الميداني والعسكري كما استمع الاجتماع إلى خلاصة نتائج مشاورات السويد التي قدمها رئيس الوفد الحكومي المفاوض وزير الخارجية خالد اليمني هذا وقد قدم المستشارون وأعضاء لجنة المشاورات خلال الاجتماع العديد من المداخلات والملاحظات التي تعزز وحدة العمل وترتقي بالأداء والمهام على مختلف الصعود استقبل فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر لمناقشة مستجدات الأوضاع في بلادنا والتأكيد على مواصلة دعم الإدارة الأمريكية لليمن وقيادته الشرعية وتفعيل جوانب التعاون بين البلدين على مختلف المستويات وثمن فخامة الرئيس جهد السفير ومواقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة والمساندة لليمن في كافة الظروف في إطار تنفيذ وتطبيق المرجعيات الثلاث وفي مقدمتها القرار 22-16 من جانبه أكد السفير الأمريكي متانة العلاقات وتعاون بين البلدين في مختلف القضايا والملفات ومنها ما يتصل بمساعي السلام مشيدا بموقف وجهود فريق المشاورات الحكومية الذي ذهب جادا نحو السلام وما حققه في هذا الإطار لمصلحة الشعب اليمني وفق توجهات فخامة الرئيس وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستظل تراقب عن كثب وتدعم جهود السلام لمصلحة الشعب اليمني حضر لقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتور عبدالله العالمي أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الصالح اتصالا هاتفيا بقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس للطلاع على المسجدات العسكرية وأوضاع الوحدات العسكرية في المنطقة وأشهد نائب الرئيس بالجهود المبذولة في تثبيت الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب منوها إلى توجهات فخامة الرئيس المشير الركن عبدالربو منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمضاعفة الجهود ورفع مستوى اليقظة الأمنية والجاهزية القتالية بما من شأنه إحباط المخططات الإرهابية وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن القوات المسلحة صمام أمان البلد وأمل المواطنين في استعادة الدولة ودحر جماعات العنف والإرهاب وهو ما يتطلب مزيدا من العمل والتأهيل والتدريب في سبيل حماية اليمن وأمنه واستقراره من جانبه أطلع اللواء طيمس نائب الرئيس على الوضع الأمني والعسكري ومستجدات الأوضاع وسير تنفيذ المهام العسكرية الموكلة لمنتسب وحدات المنطقة معبرا عن التقدير والشكر لاهتمام القيادة السياسية أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك أن مشاورات السويد أثبتت للمجتمع الدولي أن الحكومة الشرعية لن تكون عائقا أمام أي جهد حقيقي للسلام في اليمن تحت سقف المرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا والمدعومة دوليا وقال خلال ترأس اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس في العاصمة المؤقتة حدن تعاطينا بإيجابية كاملة انطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية والوطنية تجاه شعبنا لكن الطرف الآخر لا يعبأ بالمعاناة والكارثة الإنسانية التي تسبب بها انقلابه على الشرعية لذلك أبدأ تعنطا واضحا في الموافقة على الملف الاقتصادي وفتح مطار صنعاء ورفع الحصار عن تعز وأضاف ما تم توصل إليه بخصوص الحديدة ومينائها خطوة أولى تبقى العبرة في ضمان تنفيذه دون إبطاء وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي تحمل مسؤوليتهم في هذا الجانب من جهته استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسر تقريرا حول الحالة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن وتوصل إلى وضع آلية تدشين الحملة الشاملة لمنع وتنظيم حيازة السلاح في عدن والمحافظات المجاورة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وإنهاء المظاهر المسلحة وتفاصيل لما قد ينجم عنها من مخاطر وجرائم وإقلاق للسكينة العامة للمواطنين وأكد أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مصغرة من واختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لوضع تصور شامل وألية تنفيذية مكتملة لحملة منع وتنظيم وحيازة السلاح في عدن ودع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وصال إعلام إلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع الحملة ومساندة توجيه المعنوي في وزارة الداخلية والدفاع وألويات الدعم والإسناد لقيام بمهمة توعية المجتمع بأهمية مساندة الأجهزة الأمنية والتعاون معها في محاربة ظاهرات حملة السلاح من جانبه استعرض نائب رئيس هيئة الأركان العامة لواركم صالح الزنداني تقريرا عن آخر المستجدات العسكرية والجهزية القتالية مؤكدا على استمرار تبادل إطلاق النار في مجمل الجبهات وخطوط التماس في الحديدة وتعز وكرش ودمت ومأرب بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوث المدعومة من إيران وأشهد الزنداني بصمود كتيبة من الزرانيق المنضوية ضمن القوات المشتركة والتي تصدت لهجوم كبير وخاضت معركة ضارية مع الميليشيات الانقلابية في الدريهمي والتي أفشلت محاولات الميليشيات في فك الحصار عن مقاتليها حيث قتل وأصيب العشرات من الحوثيين وأسر آخرين وأكد زنداني أن ميناء الحديدة شهد نهب ميليشيات الحوثي لمعدات ووثائق وبضائع مملوكة لتجارة ومستثمرين كانت في طريقها للشحن والنقل من الميناء وذلك بعد يومين فقط من الاتفاق على وقف إطلاق النار وانسحاب المتمردين من مدينة الحديدة كما قامت الميليشيات بمحاولة التسلل إلى مديرية الجاح وتم تصدي لها من قبل قوات الجيش الوطني وذكر نائب رئيس هيئة الأركان العامة أن تبادل إطلاق النار المتقطع لا زال مستمر بين محادات محور تعز وميليشيات الحوثي القلبية على طول خط التماس في العديد من الجبهات في تعز وكرش والصل والضالع وجبهة مريس وقرأ المجلس مشروع قرار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام الذي قدمته وزير أشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور ابتهاج الكمال الذي يهدف إلى أهمية القرار نتيجة ما تواجه النساء والفتيات في مناطق الصراع من أوضاع صعبة حيث أدت الحروب ونزاعات المسلحة التي واجهت اليمن على مرة تاريخ إنعكاسات سلبية على التنمية وتدمير البنية التحتية وتزايد عدد النازحين كما أقر المجلس عددا من المشاريع والقرارات المدرجة في جدول أعماله ميدانيا حققت قوات الجيش الوطني تقدما كبيرا في جبهة مران بمحافظة الصعد المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي القلابية المدعومة من إيران وفد مصدر عسكري بأن قوات الجيش الوطني تواصل التقدم بمران لتطهير محافظة صعدة من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران مؤكدا بأن معنويات أبطال الجيش الوطني عالية ولفت المصدر إلى أن أبطال الجيش استعادوا الكثير من الأسلحة المخزنة في الجبال التي نهبتها ميليشيات الحوثي من المؤسسات العسكرية التابعة للدولة من انقلابهم على الحكومة الشرعية هذا وقد أوشك الجيش الوطني على فرض السيطرة الكاملة على عقبة مران بعد أن أصبحت في مرمى نيران ومدفعية أبطال الجيش الوطني وفي صعدة أيضا أفشلت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية في الجبهة رازح شمال محافظة صعدة وفدت مصادر عسكريان قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تسلل لمجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في جبل الأزهور بمدرية رازح غربي صعدة وأجبرتها على التراجع والفرار وأضف المصدر أن المعارك التي دارت في منطقة بني معين استمرت نحو عشر ساعات أسفرت عن مقتل أربعة عشر عنصرا من عناصر الميليشيات الحوثية إلى جانب عددا من الجرحة إلى ذلك استدفت مقاتلات التحالف العربي بعد تغارات مواقع وتحصينات لميليشيات الحوثي الانقلابية بذات الجبهة وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات في الخبر الأخير أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل للميليشيات الحوثية الانقلابية في محيط مدرية دريهمي جنوب محافظة الحديدة وذكرت مصادر ميدانية أن مجامعة من عناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية حاولت التسلل باتجاه مواقع شبالي وشرقي مدينة دريهمي إلى أن قوات الجيش الوطني رصدت تلك المحاولة وأجبرتها على التراجع والفرار وأسفرت المواجهات عن مصرح وإصابة عاطة من عناصر الميليشيات الحوثية انتهت أخبار السادسة إلى اللقاء اشتركوا في القناة